هنا بسوق مخلوفي ببلوزداد بالعاصمة وجدنا تجار يشتكون من قرار غلق السوق بعد صدور أمر بالإخلاء من قبل التجار الذين يعتبرون أن هذا السوق مصدر رزقنا لهم وحنا كنا تجار يعني كل واحد كنا نصفين اللي كان في مارشي 12 ونصف كنا في مارك رامبل ريبو نودرنا التعويض في المنطقة هذه واليوم بعد مدة معينة من الزمن خرجونا هذه أسمانة قرار قال لك بالإخلاص الوقت التعكم بأوراق بليروجيس بالأسرنس بالوراق تعلق لتع البلادية بكل حاجة كنا نخدمون لها ما شاء الله سوري بيان دو مان بير كنا نقول لك علينا يا برشل تعشي خبابة كانوا هنا كانوا يخدمون ما شاء الله هاكذا كنا نجدون عكسي بتجابلهم من الحالة هاكو سكتو هاكذا كودوركان يتربون الموانك باش يخرجون منه يدوم آيار قصدنا مصالح بلدية بلوزداد للاستفسار أين أكد رئيس البلدية أن البناية تم تحويلها إلى مشروع ولائية لإنجاز قاعة رياضية لكن من جهة أخرى سيتم التكفل بالتجار أين وستين محل كين تسعتاشن واحد يراه يخدم تقدري تتحبطي وتشوفي وتفيري بي في تسعتاشن يم يخدموا كين بلقوا حد كاتو سم بورسون إنهم أمكارين حوانا تتحهم أمكارينهم وهذا يتنافى مع كل القوانيس هواقان البلدية تجار ينتظرون الغلق في أي لحظة غير أن مصالح البلدية تعمل على إيجاد حل للمتضررين ترجمة نانسي قنقر